فيه تصريح لكابتال رحمل حسان ميدو بصراحة انا بقيت مستغرب كابتال رحمل حسان ميدو مرة الاقي فيه تصريحات بتطلع منه الواحد يسمعها يسمعها ويشت بيه ومرة يقول تصريحات ليس لها علاقة بالواقع خالص بس ما علينا هنتكلم في الموضوع ده بعدين طلع بيقولك جوائز نهائي كاس مصر اتنين مليون دولار اتحاد الكرة عايز ياخد مليون وتلتمائة تلتمائة وخمسين الف دولار وعايز يسيب ستتمائة وخمسين الف دولار للاهل والزمالك ادارة الاهل والزمالك ادارة الاهل والزمالك بعتوا الاتحاد الكرة بشكل رسمي وقالوا لهم الكلام ده ما ينفعش احنا هناخد خمسة وسبعين في المية والاتحاد خمسة وعشرين في المية بس العدل بيقول سبعين في المية للاهل والزمالك وتلاتين في المية للاتحاد الاتحاد الكرة يعني هو انتم عاوزين الاهل والزمالك يدفعوا الشرط الجزائل فيتوريا الاهل والزمالك مش هيلعبه الا لما يكون في توزيع عادل للمكافئات. تمام? هتيجي تكلمني عن التصريح. التصريح بصراحة ازاي الفل. التصريح ده فعلا واحد بيفهم كرة. واحد عارف ازاي الكلمة اللي طلع منه راحة فيه. تمام? اسمع ليش في الكلمة. يعني اتنيه مليون دولار لما الاهل وزمالك ياخدوا ستمائة وخمسين الف دولار. والتحاد الكرة ياخد مليون. ده على اساس ايه يا? بجد والله ده على اي اساس. انا مش شايف لها اي اساس. يعني اللي بيلعبه بياخده يعني اللي بيلعبه هياخده تلاتين في المية عن التحاد الكورة. يعني الفرقتين هياخده تلاتين في المية. والتحاد الكورة الواحده سبعين في المية. مش فاهم. مش فاهم التحاد الكورة بيفكر ازاي. وفعلا يعني يعني معلش في كلمة انتوا عايزين الاهل والزمالك هم اللي يدفعوا اشارة الجزاء بتاع فيتوريا اطلاقا يعني الاهل والزمالك برضو احلى قرار سمعته لحد وقتنا هذا ان فعلا الاهل والزمالك اتحدوا على قرار واحد ان هم قدموا طلب بشكل رسمي ان الجوائز الاهل والزمالك هياخدوا خمسة وسبعين في المية وان التحاد الكلام ياخد خمسة وعشرين في المية لانه هو في الاخل وفي الاخل ياخد دخله فلوص انما مش تعب في حاجة مش هيروح مثلا مش كان بيدرب اللعيبة فهمين انتم فبالتالي كلام كابتن احمد حسان ميدو انا شايفه فجون 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 فجون